الحقيقة إن فيه اختلاف ما بين لغة الأباء والأبناء في كل حاجة مش عايزة أقول إن فيه قطيعة ما بين الاثنين بس فيه اختلاف وإحنا حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا حاجة مهمة أوي بتفتح لنا باب في الحتة اللي إحنا بنتكلم فيها دي وإحنا بنبني مع أولادنا لإن ده معوق أساسي يمكن على فكرة ما بيبتديش البناء طول ما المعوق ده موجود لما الأب بيحاول يبني مع أولاده ممكن معوق اختلاف اللغة بينهم ينهي محاولة البناء تماما لإن البناء بيتبني بالأساس على التواصل ولو فقدوا الاثنين التواصل خلاص لو الأب نظر لابنه إن هو والعياذ بالله شخص ضايع ولو الابن بس الأبو إن هو شخص ما عندهوش غير الأحكام خلاص التواصل من قطع ولذلك دايما الأولاد بيقولوا لأبوهم أنا بقول لكم مصطلحات بيقولها الأولاد وخاصة لو بنيكلم عن مراهقين أو بنيكلم عن يقولوا بلاش تججي على الناس بلاش تحكم على الناس والأب في الحقيقة هو بيمارس إيه؟ بيمارس تعليم لابن الوقاية من أنه يقع في أخطاء أو يقع في براس استغلال الآخرين ترجمة نانسي قنقر